السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية جماعة معكم أخوكم نواف لسويد واليوم إن شاء الله رح نستعرض ونتكلم عن الأبل ايرتاغ جهاز التتبع والتعقب اليدين من شركة أبل خلونا نقول بسم الله ونبتدي نشوف شنو المنتج هذا في البداية خلونا نعرف شنو هذي ال ايرتاغ ال ايرتاغ عبارة عن قطعة تقدر ان انت تحطها في مفاتيحك مثلا أو أغراضك لتسهيل عملية البحث والعثور عليها بسرعة فمثلا مفاتيحك ما تدري وين حطيتهم مجرد انك ترسل اشارة صوتية لل ايرتاغ من خلال تطبيق ال find my راح تلاقيهم بكل سرعة وسهولة وبالتحديد الابل ايرتاغ تيه ببكجين واحد يكون في قطعة واحدة بسعر 29 دولار يعني عندنا يمكن تكون تقريبا بعشرة أو 11 دينار والبكج الثاني يكون بأربع قطع سعرهم ب99 دولار يعني تقريبا 30 دينار وكل حساب اي كلاود ممكن انه يحط او تشغل عليه لغاية 16 قطعة ايرتاغ اذا احتجت يكون عندك 16 قطعة ايرتاغ نصحك ان انت تراجع يعني دكتور مخ يفحص مخك لان الذاكرة عندك البي باي يعني اخوي تحتاج فرمات حق مخك ما يصير تقليل 16 ايرتاغ المهم نرجع حق ال ايرتاغ براثاريا ونسولف عنها القطعة تصميمها جدا مميز وغير وحلو تقريبا نفس حجم الامية فلس تقريبا وابل استخدمت حركة حلوة في هذا الجهاز وهي امكانية تبديل البطارية طبعا امكانية تبديل وازالة البطارية هذه ميزة وميزة وايد حلوة راح نعرف ونتكلم عنها لما نوصل عند الحماية والخصوصية اثناء حديثنا من الميزات بعد انك ممكن لما تطلبها من موقع ابل تقدر ان انت تكتب عليها لغاية اربع احرف او تحط عليها اشكال الاموجي يعني حركات جديدة بتميزها وكذلك معاها كمية كبيرة من الاكسيسوارات الجميلة اللي تقدمها شركة ابل وشركات من الاطراف الثالثة اللي تسوي اكسيسوريز حق اجهزة ابل اللي ممكن تستخدمها مع كثير من الاغراض من علاقة مفاتيحك الى جانطتك او كامرتك او مثلا تحطها بالسيارة وكل الاحوال راح تكون شكلها غايد حلو جميل مع الاكسيسوارات اللي تقدم لك ياها شركة ابل او الشركات الثانية طيب الحين تكلمنا بشكل سريع عن الجهاز او القطعة مع الاكسيسوارات ملوتها وسعرها شنو المميز في هذه القطعة وشنو اللي ميزها عن القطع اللي موجودة في السوق وتنباع لتتبع الاجهزة بداية البحث عن الاشياء او الاغراض بشكل عام القطعة راح تساعدك بالبحث عن الاغراض اذا فقتها بكل سهولة اذا كنت قريب من الشيء مثلا اللي انت فاقده راح تقدر تستخدم تطبيق فايند ماي راح تشغل منه صوت تنبيه راح يطلع صوت بالقطعة فراح تساعدك ان انت تلاقيها بكل سهولة او ممكن ان انت تستخدم سيري فتقدر تقول حق سيري ويرز ماي كيز فايضا راح تطلع صوت القطعة وراح اتعلمك بالمكان اللي هي موجودة فيه هذا طبعا بشكل عام موجود سواء كان بالايرتاق او في القطع الثانية ولكن في نقطة ايضا زيادة او تميز قطعة الابل ايرتاق عن الاجهزة الثانية وهي الايجاد الدقيق للقطع او قطعة الايرتاق شلون هذه الخاصية اذا كان جهازك الايفون 11 او الجهاز الايفون 12 راح تقدر ان انت تستخدم خاصية الايجاد الدقيق للايرتاق باستخدام شريحة اليوون هذه الشريحة تكون مدمجة في اجهزة الايفون من 11 واعلى وكذلك موجودة في اليوون او موجودة ااسف في الايرتاق هذه القطعة او الشريحة هذه تستخدم تقنية الالترا وايد باند او تقنية النطاق فائق العرض اليو دابل يو بي هذه التقنية تستخدم لتحديد المسافة صبعي يعلق والاتجاه للايرتاق اللي يسوي الايفون انه يدمج البيانات مع المدخلات من الكاميرا والاي اركت وقياس التسارع وكذلك الجايروسكوب فعندك الايرتاق من التليفون علشان تلاقيها بالاستخدام الدقيق او الايجاد الدقيق راح تاخذ البيانات من الكاميرا والاي اركت ومقياس التسارع والاكسلورومتر والجايروسكوب وراح يجمعهم مع بعض ويعطيك ملاحظات مرئية وملموسة ومسموعة لتوجيهك بشكل دقيق ومباشر الى قطعة الايرتاق لغاية ما تلاقيها فهذه الميزة جدا جدا حلوة ومميزة وتتميز فيها قطعة الابل ايرتاق طيب نية الحين حق ثالث ميزة وشغلة موجودة وهي ايجاد المفبودات فنقطة وايد جميلة وحلوة في القطعة هي على سبيل المثال اذا نسيت او ضيعت مفاتيحك مثلا او رحت مكان مطعم ونسيتهم ومشيت وصار فيه مسافة بينك وبين قطعة الايرتاق الحلو بالقطعة انها تساعدك فيه انك تلاقي اغراضك جلطتك مفاتيحك ايفونك ايبادك ماكبوك ايبواتيفر حتى لو ما كانوا متصلين بالانتراق شلون؟ باستخدام الاتصال من خلال اجهزة الايفون اللي حوالين القطعة طبعا ابل قالت الشي هذا بانه في مليار جهاز اي او اس موجود في العالم فاللي راح يصير ان انتو كلكم مشبوكين على شبكة فاللي راح تسوي الايرتاق انها راح ترسل اشارات بلوتوث امنة قليلة استهلاك للطاقة راح يكتشفها ويلقطها اي جهاز ايفون قريب من قطعة الايرتاق واللي مثل ما قلنا يمثل جزء من شبكة الفايد ماي ويقومون هذه الاجهزة الايفونات بنقل موقع الايرتاق المفقود بامان الى الاي كلاود وبعدها تقدر تشوف وتحدد مكانها بجهازك وتطبيق الفايد ماي طبعا كل هذا الشيء وكل المعلومات هذه مشفرة ومجهولة لحماية خصوصيتك وحماية بياناتك وكذلك حماية الناس اللي قاعدين ينقلون هذه البيانات فصاحب القطعة والحساب وهو بس اللي يقدر يشوف موقع الايرتاق وبيانات الايرتاق وين موجودة طبعا هالشيء ما يستهلك بطارية بشكل كبير ولا يأثر على استهلاك البيانات ومثل اي جهاز من اجهزة ابل تقدر تفعل خاصية الفقدان للايرتاق مثل مثلا الايفون او الايباد وراح يوصلك اشعار تلقائي اذا احد اكتشف القطعة على الاجهزة اللي موجودة على الشبكة وتقدر تضبط البيانات اللي تظهر لأي شخص يلقاها علشان تسهل عليه الاتصال عليك فممكن تحط رغم تليفونك وبياناتك علشان يقدر يتصل عليك ويرجعلك اياها من خلال تقريب قطعة الايرتاق من اي جهاز تكون فيه تقنية الانف سي سواء كان ايفون او جهاز اندرويد فالحلو فيها ان انت حتى لو كان عندك جهاز اندرويد او احد عنده جهاز اندرويد لقي قطعة الايرتاق مالتك يقدر مجرد انه يحطها على ظهر جهازه اذا كان جهازه في انف سي ومفاعل راح تطلع لصفحة موقع او متصفح يفتحها راح تطلع لصفحة انترنت محطوط فيها رقم تليفونك وبياناتك علشان يتصل عليك ويرجعلك القطعة اخر نقطة وهي اهم نقطة من مميزات الايرتاق وهي الخصوصية والحماية طبعا الخصوصية والحماية لبياناتك شيء جدا مهم وانت بس اللي تقدر تشوف موقع الايرتاق ما يتم تخزين بيانات وسجلات موقعك على الايرتاق نفسه فما حد يقدر ياخذ اي شيء من الايرتاق نفسه وايضا الاجهزة اللي تنقل موقع الايرتاق مالك ما يتم كشفها او معرفتها ويتم تشفير البيانات للموقع في كل خطوة من الخطوات لنقل هذه البيانات حتى شركة ابل ما تعرف موقع جهازك او الايرتاق هذا وين موجود او هوية الجهاز اللي قاعد يساعدك في العثور على الايرتاق طبعا كل البيانات هذه يتم تدوير الاشارات اللي تطلع من البلوتوث هذه يتم تدويرها اللي تستخدمها شبكة الفايند ماي بشكل متكرر علشان شذي ما في اي شخص يقدر يتبعك او يتبع قطعة الايرتاق شذي الحين احنا خلصنا من الخصوصية نية الحين نتكلم عن اهم نقطة وهي الحماية طبعا وايد ما دري اذا مرت عليكم او راح تمر عليكم ان شاء الله هالكلمة انه راح تستخدم للتجسس تجسس تجسس اوما يدرون انه اصلا في ناس راح تسويها السؤال في هذه انه تاخذ قطعة ويحطها بجنطة مرتة تحطها بدشداشة تريلها فيعني ندري هالسؤاله فاللي راح يصيره خوي اذا تبي تفكر ابل قائلتلك اياها يا رأفة الهجام حاطة ميزة وهي منع التعقب الغير مرقوب فيه او هذه ابل تقولك اياها بشكل صريح جدا ان قطعة الايرتاغ صممت لتتبع الاغراض وليس الاشخاص اوكي فاللي يصير انه اذا احد حد قطعة الايرتاغ في اغراضك او في مكان عشان يتتبعك فيها اللي يصير انه اذا عندك جهاز ايفون جهازك الايفون راح يلاحظ انه في قطعة ايرتاغ معاك قاعد تمشي معاك وتتبعك وما تخصك فراح يعطيك تنبيه وتقدر ان انت تشغل الصوت في هذه القطعة عشان تعرف وين مكانها وراح يطلع لك على الايفون بيانات القطعة مثل رغم التسلسل وارشادات كيفية ايقاف التتبع وهو عن طريق ازالة البطارية بهذه الطريقة ان انت بصبعين تفرها وتشيل البطارية علشان توقف التتبع مثل ما قلت لكم ابل استخدمت طريقة ازالة البطارية لهذا السبب علشان تقدر ان انت توقف التتبع اللي فيها وما حد يقدر انه يتتبعك اما مثلا اذا كان جهازك اندرويد ما عندك ايفون للأسف وانت مو من منظومتنا والاخ عنده ايرتاق وقاطها بسيارتك لانه يدري انه ما عندك ايفون فيعني تفيا بيصيدك على بول انه يعني عندك او عندك جهاز اندرويد اللي راح يصير بانه بعد فترة معينة من انفصال ال ايرتاق عن صاحبها راح تبدي تطلع صوت علشان الشخص يعرف انه هي موجودة او انه فيه شيء قاعد يرن عنده ما يدري شنو فيقدر يلقي ال ايرتاق ياخذها يحطها على نفسي اذا كان جهاز اندرويد فرح تبين عنده فهنيني لدرجة الحماية جدا جدا عالية وحلوة في قطعة ال ايرتاق طيب اذا كنت طالع مع ربعك او اهلك وكنتوا كلكم تستخدمون ال ايرتاق لا داعي للقلق ايضا هذه ما طافتهم ال ايرتاق والاصوات والتنبيهات هذه كلها ما راح تشتغل الا لما تنفصل ال ايرتاق عن صاحبها يكون فيه مسافة ويكون فيه فترة اوكي اوكي القطعة جدا حلوة ومفيدة خاصة حق الناس اللي تنسى وايد او حق الناس اللي تبي تتبع او تتبع اغراضها اذا صار شي لا سمح الله وفيها مميزات جدا حلوة وتعطيها افضلية على القطع اللي موجودة في السوق واهمها الخصوصية ومنع التتبع الغير مرغوب فيه سعرها جدا ممتاز وتستخدم بطارية قابلة للتبديل وتدوم لغاية سنة وممكن تلاقيها باي محل للوازم العائلة او الساعات وهي السي ار عشرين اثنين وثلاثين ايه عشرين اثنين وثلاثين وبس شكرا لكم على المشاهدة لا تنسون اذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع اول باوقت وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي تسعدني متابعتكم شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في المقاطع القادمة باذن الله دمتم بود مع السلام